بتكرر زي ما احنا عارفين الدولة المصرية حاليا جهودها تجاه مواجهة فيروس كورونا لكي تتمكن من احكام سيطرتها على الجائحة التي انهارت امامها انظمة اقتصادية وصحية بدول عظمى مخلفة لديهم اقتصاد هش وأزمة بطالة وتدهور سريع في الحالة الصحية العامة لمواطنيهم ولكن بتعمل اجهزة الدولة المصرية على مدار الساعة للسيطرة على الفيروس التاجي فيروس كورونا سواء كنا بنتحدث على مستوى التزام جميع المواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية في حياتهم اليومية لتحقيق التعايش مع الفيروس واستمرار عجلة الانتاج وفي ذات الوقت بنتحدث على العمل على الاسراع بتطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار الفيروس يمكن كان من اهم تلك المبادرات والمشروعات الرائدة في هذا المشروع التي بدأته جامعة المنصورة هذا الاسبوع لتصنيع بوابات التعقيم الذاتي الالكترونية والتي سيتم نشرها على بوابات الكليات والمستشفات والمراكز الطبية بتضم المرحلة الاولى من هذا المشروع خمسين بواب التعقيم ذاتي الالكترونية بيأتي ذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها الجامعة طبعا تنفيذا لتوجيهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الاجراءات الاحترازية لمقاومة عدو انتشار فيروس كورونا المستجد والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والأشخاص المترددين على الكليات والمستشفات والمراكز الطبية طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وعن هذا المشروع تحديدا بينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباصط دكتور أشرف أهلا بحضرتك كيف أنت؟ أهلا بك فنم سأل خير أهلا بسأل مساء النور يريد حضرتك يعني في البداية تعرفنا تفاصيل أكتر عن بوابات التعقيم الذاتي الإلكترونية الجديدة سواء كان من حيث مواصفتها وتطويرها داخل الجامعة بشكل كامل أو متى سيتم العمل بها وكيف أو آلية العمل بها تفضل هو زي ما حراج بتقولي أن توقع الدولة كلها يعني نحن كل العيئات وكل المزارات وكل العاملين يعني نحن نحاول أن نحافظ على سلامة المعاطنين وفي نفس الوقت اللي احنا نحاول يعني أن نفع عن مكان الدولة قادر الإمكان يعني ونساعد كلنا كأفراد في مواجهة هذه الجائحة وكمؤسسات هي تذكرها طبعا يعني القصة المعارات التعقيم أو مواجهات التعقيم الذاتية يعني أن وزارة تعليم العالي في الأول كانت تبنت من خلال يعني أحدى المصانع كانت قدمت هدايا للوزارة والوزارة يعني مع الوزير كان موزع على كل الجامعات يعني مجموعة من البوابات وبعدين جات فكرة عند أحد العاملين عندنا في الجامعة إنه هو ممكن يصنع هذه البوابة يعني داخل الجامعة بكلها بمنتجات ويعني حاجات موجودة في السوق المصري والفكرة دي طبعناها أولا قطاع الدراسات العلية الموجود بقى طبعا إحنا عندنا مكتب لدعم الابتكارات فتقدموا دعم وتقدمت فكرة دي فعلا بحصول على براث الاختراع من الأكاديميات البحثية وبعدين بدأنا إحنا نوفر الخدمات أو الخامات أجل من خلال السوق المصري واشترينا الخامات وبدأ داخل الجامعة يتم تصنيع هذه البوابات زي ما خبرتك قلت إنه إحنا أول إنتاج طلع يعني خمسين بوابة أول إبارة حنتهم من تصنيعهم خلال أجازة العيد والأسبوع الأسبوعين اللي قبل رمضان يعني هم عشتغلوا آخر الأسبوعين في رمضان والأسبوع بتاع أجازة العيد يعني اشتغلوا فعلا يا دكتور فاندم تم الإنتاج ونهاردة بدأ التركيب والتجريب من أول إبارة مش النهاردة عملنا خطة للتوزيع لأن احنا عرفنا عدد البوابات اللي موجودة عملنا بالنسبة للكليات وبالنسبة للمراكس التباية والمستشفيات وبدأوا فعلا المنتج كمان اللي هيتم استخدامه اللي هو السائل اللي هيتم وضعه ده نعم تصنيعه في داخل المعامل كليات الألوم عندنا في الجامعة بحيث ان احنا يبقى كل المنتج كامل عندنا بالنسبة للبوابات نفسها وبالنسبة للسائل اللي استخدمت في التعقيم نحن طبعا حركة عرفة ان احنا يعني المستشفيات كثيرة واللي موجودة عندنا داخل الجامعة وفي نفس الوقت كمان القليات المفروضة ان احنا بداء من واحد سبعة هتبدأ الانتحانات بتاعت الصانوات النهائية وبالتالي يعني جزء من الاجراءات الاحترازية طبعا نفسها طبعا الوجود يعني نفسها للتعقيم مختلفة يعني من ضمنها للبوابات التي تتخدمت طبعا برضو عشان نفسها مع احدها مش يعني مش لالاج الفيروس هو ده بيستعد الى حد ما انتحرك داخل الزائداز جاية من الشوارب جاية من المواصلات العامة جاية يعني من اماكن مختلفة معرضة غير رزاز ولا تريبة في الشوارب ده الى حد يعني ما بيقلل من قصة يعني الوجود على المجرين معهم وعلى على ملابسهم الحاجات اللي ممكن وخصوصا ان العامل او المعظف او الضالب اللي هي جاية فترة فيه طبعا فيه داخل آرح يعني مكان الامتحان او المساعدة المخصوصين يعني موضوعين يعني الاعضاء تابعين تقليل خارجين فده بيساعد في الدخول الخلوج الى حد ما في تقليل يعني طبعا دكتور اشرف يعني ده جهد تشكره عليه ونتمنى ان هذه الفكرة يتم تعممها يعني طبعا حيب تتكلم ان ده مجود ذاتي من قبل جامعة المنصورة نتمنى يعني ان هذه الفكرة يتم تعممها على كل الجامعات تبدأ انها تعمم ايضا نكوننا بنتكلم عن المساجد او انها تكون موجودة في كل حتة في مصر يعني حتى انتهاء هذه الازمة خليني نتكلم مع حضرتك في شقة اخر اكيد فيه اجراءات تم وضعها بالتنسيق سواء كان مع وزارة التربية والتعليم العالي او وزارة الصحة والدولة المصرية بشكل عام لامتحانات الفرق النهائية هذا العام اللي طبعا يعني كما تم الذكر انها احتمال تبدأ واحد سبعة القادم عايزة من حياة تفاصيل اكثر عن الاستعدادات اللي وضعتها جامعة المنصورة سواء لاستقبال الطلاب عدد الطلاب الموجودين في كل اللجنة المرأبين وما شابه هو يعني احنا في المجلس الاعلى للجامعات السابق يعني تم مناقشة الاجراءات اللي احنا يعني كل الجامعات هتراعيها طبعا حضرتك يعني هو سلامة يعني هي سياسة الدولة كلها كده سلامة المواطن في المقام الاول ثم مصالح الدولة جنبا الى الجنب مع مع سلامة المواطن الضحنة طبعا حركة المنصوبة الجامعة سواء كان طالب او عضوهاي التدريس او موظف جاي عشان يرائب او يعني اماكن كل الكلام ده تم مناقشة الاجراءات اللي هيتم اتخاذها ايه اولا الجداول هيتم اوضعها يعني بحيث ان يتم التنسيق فيها مركزيا بحيث ان عدد الطلاب اللي يبقى موجودين داخل الحرك يعني حرك عرف كليات كثيفة الاعداد وكليات اقل فما يجيبش كليتين كثيفة الاعداد في نفس الوقت يبقى موجودين وبالتالي ده يزود عدد الطلاب اللي يبقى حرم الجامعة الحاجة التانية ان الجداول الامتحانات والارقام الجروس وما الى ذلك هيتم اعلنها الكترونيا على المواقع الالكترونية بتاعت الجامعة عشان الناس مجيش وتتزاحموا يعني حاجات اشهادية او لوحات اشهادية بترشد اللي هات لو تبتكي وهنا طالبة يكون اول يوم الامتحان بنروح على المكان بتاع شؤون الطلاب عشان نعرف مكان اللاجنة بتاعتنا هذا كله هيعلن الكترونيا للطلبة قبل ما ييبوا ببطاقات اشهادية موجودة وبالتالي الناس هتروح مباشرة على مكانها داخل المكان الكمامات هتتوزع على الطلبة والعملين وعطاء التدريس وما داخلين البوابات الناس هتعدي منهم داخل يعني هتتعمل المسافات على اقل متر ونص الى مترين يعني المسافات اللي موجودة داخل قاعات الامتحان مفروض طبعا ان الامتحان يتم على فترة واحدة قدر الانكان ولو اضطرنا نحن نعمل الفترتين هيتم ترق ساعتين على الاقل بين الفترتين على اساس ان يتم تعقيم الاماكن لو حصل فترتين امتحان في نفس الوقت اتفقنا كمان حضرتك ان الاوراق الامتحان يعني يتم بعد جمعها من الطلاب في النهاية طبعا ان يحصل تجمع بعد الامتحان الناس تخلص الامتحان وتمشي الاوراق هيتم يحتفظ ديها في الكنترول لمدة على الاقل 48 ساعة قبل الايه قبل ما يبدأ الناس تتعامل معها على اساس برضو حضرتك عارفة ان الوراق ده يعني ممكن يبقى حصل في نوع برضو من التلوث نعم صحيح طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم كنت معايا عبر الهاتف الدكتور اشرف عبد الباصد رئيس جامعة المنصورة اشتركوا في القناة